السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال معادنا نهاردة مع الفيديو جديد من فيديوهات التايكو اتمنى الفيديو نهاردة ينال اعجابكم احنا هنشرح مع بعض غرزة من غرز الاجور هتنفع في الصيف وفي الشتن اه كل اللي احنا بس هنغيره لو احنا هنشتغل اه الغرزة دي في الصيف هيبقى الخيط قطن لكن لو كان الغرزة دي هنعملها في الشتة فالخيط هنستخدمه هيبقى صوف هو ده بس الاختلاف اللي احنا آآ يعني حابين ان احنا لو احشتغل نصيف او شتة الفرق طيب النهاردة الغرزة هي آآ طويلة وسهلة يعني هي بتتكون عندي من سبتاشر سطر لكن سهلين ومتشبئين خلينا بس نشوف الاول الغرزة شايفين الغرزة عاملها آآ شكلها عامل ازاي بدي ايه الغرزة جميلة جدا وبسيطة قوي ويعني السطور هتدوس تلاقيوها بتتكرر والسطور متشابهة بجد بجد الغرزة هتعجبكو قوي ده شكل الغرزة عندي من الخلف طيب احنا شفنا خلاص الغرزة من الامام والخلف عشان نبدأ الغرزة لازم نعرف حكتين عدد السطور وعدد الغرز عدد السطور عندي هم ستاشر سطر بنكررهم كلهم عدد الغرز هم اتنين مضاعفات لعدد اتنين زائد واحد مضاعف العدد اتنين زي ما انا عايزة وفي الاخر بزود غرزة كمان في عندي غرزة في الاول وفي الاخر دولا من غرز الحفة مرة تانية اقول لكم عدد السطور عدد السطور بيبقى ستاشر سطر بنكررهم من الاول للاخر يلا وبسرعة نبدأ في شرح الغرزة زي ما عودتكم سطر بسطر اتمنى بس ان انتم تتابعوني لنهاية الفيديو ولو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وكمان مشاركة للفيديو اللي استماشتكش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد يلا وبسرعة نبدأ في الشرح بسم الله مع بعد هنبدأ في شرح الغرزة سطر سطر هنبدأ الاول في السطر الاول افكركم ان احنا بنبدأ على مضاعفات العدد اتنين زائد واحد بيبقى في عندي غرزة في الاول في الاخر غرز الحفة ولازم نعملهم طيب احنا هنبدأ بنشوف آآ السطر الاول هنبدأ بغرزة حفة بنشتغلها غرزة عدة من لفة الخلفية من اول هنا هنبدأ ونكرر في غرزتين بس الغرزة الاولى هنشتغلها غرزة مقلوب التانية الخيط زي ما هو قدام الشغل هنقلها بالزبط اكين يباشتغلها غرزة مقلوب يبقى كده الاتنين دولم خلصوا خلاص هما دولم اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحد مع بعض انتابع في تكرار الغرزتين خلاص كده انا خلصت وكررت الغرزتين اتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة هشتغلها ايه اشتغلها غرزة مقلوب وهنختم استطر بغرزة حفة بننقلها والخيط بيكون قدام الشغل خلاص كده استطر خلص استطر التاني هنبدأ وهنشوف طريقته هنبدأ بغرزة حفة ومن اول هنا هنبدأ ونكرر برضو في غرزتين الغرزة الاولى هنقلها بس الخيط بيكون خلف الشغل هنقلها على الابرة اللي يمين والغرزة التانية هشتغلها غرزة عيدين يبقى الغرزتين دولم هما دولم بس لانا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس مع بعض انتابع خلاص كده خلصنا وكررنا كام غرزة اتنين بس تبقى عندي من غرز العينة غرزة واحدة عامل فيها ايه هنقلها والخيط بيكون خلف الشغل هنقلها على الابرة اللي يمين من غير ما اشتغلها بعد كده هجيب الخيط قدام الشغل علشان الغرزة دي غرزة حفة بننقلها من غير ما نشتغلها وخلاص كده السطر خلص هشتغل دلوقتي استطر التالت هنبدأ مع بعض الغرزة الاولية دي غرزة حفة من اول هنا هنبدأ فيه نموذج العينة وهنكرر غرزتين هيكونوا ازاي الاتنين دولم هشتغلهم اتنين عيد المعن كده احنا نقصنا غرزة هنعوض بدلها بلفة خلاص كده خلصنا يبقى احنا هنكرر اتنين عيد المعن ولفة لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العين طيب كده انا خلصت خلاص الغرزتين اللي انا بقى اشتغلهم اتنين عيد المعن وبنعمل لفة اتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة هشتغلها بغرزة عيدل وهنختم استطر بغرزة حفة هنبدأ دلوقتي في السطر الرابع وشغل السطر الرابع كله بالغرزة المقلوب بس هنبدأ بغرزة حفة وننهي بغرزة حفة لكن غرز العينة كلها في السطر الرابع هتبقى بالغرزة المقلوب طيب دلوقتي احنا وصلنا للسطر الخامس هنبدأ بغرزة حفة غرز العينة هشتغلها ازاي? احنا هنبدأ السطر بغرزة واحدة بس تعيدل ومش هكررها تاني يبقى الغرزة دي بنشتغلها مرة واحدة ومش بتتكرر من بعديها بنكرر في غرزة ايه? باشتغلهم ازاي? باشتغلهم اتنين عيدل معنى. يبقى بندخل الابرة اليمين في الاتنين مع بعض واشتغلهم اتنين عيدل معنى ونعمل لفة على طول عشان نعود الغرزة اللي احنا نقصناها هم دولا بس اللي احنا بنكررهم لغية مصاته يخلص ونختم بغرزة حفة. مع بعض نتابع في التكرار. وصلنا للسطر السادس هنبدأ بغرزة حفة. طيب شغل غرز العينة في السطر دول هتكون ايه? هتكون كلها بالغرزة المقلوب. يبقى السطر السادس شغله كله بالغرزة المقلوب. وهنيجي نختم بغرزة حفة. هنبدأ في السطر السابع. هنبدأ بغرزة حفة. طيب غرز العينة هنشتغلها ايه? هنشتغلها كلها بالغرزة العيدة. يبقى السطر السابع شغله بالغرزة العيدة. هشتغل دلوقتي السطر الثامن وشغل السطر الثامن كله بالغرزة المقلوب. هنبدأ بغرزة حفة. كل غرز العينة هنشتغلها بالغرزة المقلوب. وهنيجي نختم السطر بغرزة حفة. السطر التاسع شغله زي شغل السطر الاول. هنبدأ بغرزة حفة. من اول هنا هنكرر في غرزتين بس هيكون شغلهم ايه? الغرزة الاولى غرزة مقلوب. والتانية هننقلها من غير ما نشتغلها والخيط بيكون قدام الشغل. يبقى الاثنين دولم بس وهما دولم اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة هشتغلها غرزة مقلوب. خلاص كده انا قررت الغرزتين اتبقى عندي غرزة واحدة بس هشتغلها ايه? هشتغلها غرزة مقلوب وهنختم السطر بغرزة حفة. ودلوقتي هنشتغل السطر العاشر شغله زي شغل السطر التاني هنبدأ بغرزة حفة. اول هنا هنكرر في غرزة ايه? الغرزة الاولى الخيط بيكون قدام الشغل هننقلها من غير ما نشتغلها. بعد كده هشتغل الغرزة التانية غرزة عيدل. اللي اتنين دولم هما دولم بس اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة اشتغلها. خلاص كده خلصنا الغرزتين اللي احنا بنكررهم. اتبقى عندي غرزة واحدة بس هعمل فيها ايه? الخيط بيكون خلف الشغل هنقلها من غير ما اشتغلها وهنختم السطر بغرزة حفة. طيب دلوقتي السطر الحداشر شغله هيكون مختلف شوية هنشوف ازاي هنبدأ بغرزة حفة. من اول هنا غرز العينة وهنشتغل اول غرزة غرزة عيدل ودي مش هكررها تاني. احنا بنشتغلها مرة واحدة بس. طيب من بعديها بنعمل ايه? بنكرر في غرزتي. قبل ما نبدأ هنعمل لفة. بعد كده الغرزة دي هنقلها اكني بشتغلها غرزة عيدل. والغرزة اللي بعديها هي دي اللي هشتغلها غرزة عيدل. وحنقفل الغرزة اللي احنا نقلناها على الغرزة العيدل. بس خلاص كده خلصوا الغرزتين هم دولا بس اللي انا بكررهم لغاية ما يخلص السطر ونختم بغرزة حفة. مع بعض نتابع. السطر الاثناشر هنبدأ بغرزة حفة. كل غرز العينة هشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى السطر رقم اتناشر شغله بالغرزة المقلوب. وهنيجي نختم السطر بغرزة حفة. طيب السطر رقم 13 هنقرر برضو غرزتين هنبدأ بغرزة حفة في الاول. من اول هنا هنقرر في غرزتين. قبل ما نشتغل هنعمل لفة. وبعد كده الغرزة الاولى هنقلها. والتانية هشتغلها غرزة عيدل. وبعد كده هقفل الغرزة لانا نقلتها على الغرزة العيدل. خلاص هما الغرزتين دولم. هما دولم بس اللي انا بكررهم لغاية ما يبقى عندي غرزة واحدة بس. خلاص كده انا خلصت الغرزتين. اتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة. هشتغلها ايه? هشتغلها غرزة عيدل وهنختم السطر بغرزة حفة. استطر الرقم 14 شغله بالغرزة المقلوب كل الغرز. هنبدأ بس بغرزة حفة وبننهي بغرزة حفة لكن غرز العينة كلها هكون بالغرزة المقلوب. طيب دلوقتي استطر الرقم 15 هيكون ايه? هيكون كله بالغرزة العيدل. بنبدأ بغرزة حفة كل غرز العينة بتكون كلها بالغرزة العيدل وبعد كده بنختم بغرزة حفة. وصلنا لاخر سطر. هنشتغل ايه? هنبدأ الاول بغرزة حفة. غرز العينة كلها هكون عندي بالغرزة المقلوب. يبقى السطر الرقم 16 والاخير شغله كله بالغرزة المقلوب وهنختم بغرزة حفة. خلاص كده احنا خلصنا كل سطور العينة اشتغلت معيكو 16 سطر اشتغلنا على مضاعفات لعدد اتنين زائد واحد وده الشكل النهائي للعينة اتمنى يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم. انا بشكر كل من شاهد الفيديو حتى نهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة